تعالى هذا الرجل الصالح يقول إذا كان الشيطان حصاً لا تمتع الأمور من الإنسان هذا الإنسان رأه ضاع العياد بالله رأه في يد الشيطان ما هي هذه الأمور؟ إعجابه بنفسه معجب بنفسه ويظن أنه أحسن من غيره الثانية يستكتر عملا يظن بالإعجاب أعمال كثيرة ومفتاح الجنة له في يده والثالثة ينسى الدنوب ولا يستغفر ولا يتوب وهذا من المتباح لهم أتخذ لي إبراهيم قبل أدام رحمه الله أحسن من الثالثة يتبعون أنه يستغفره ويستغفره أنه يستغفره وفي الثالث يستطيع الأسفل والذي سيئة وعندما يقول حسنة وفرأتك اللحظين على المدين ، دائما يتعلمون بشكل شخص على المدينة ويقال ربما يجبين من مدينة سيئة سيئة نفسه نعود بالله من الأسفل هذا الغرور هو اللي خرج الشيطان من الجنة وأصبح منعون إليه في الجنة قال أنا خير منه أنا أنا الشيطان قال أنا أسجد لآدم فالملائكة سجلوا وهو أعتبر نفسه فوق الجميع كيف هو يسجد لآدم فكان ذلك سببا جعل الله يطرده من رحمته وهو منعون إليه في الجنة جديك الشيطان للموقع الله يطرده أنه يسجد لآدم يوجد الشيطان يسجد لآدم يسجد لآدم أنا خير منه أنا أسجد لآدم je ne peux pas faire ça je suis meilleur que lui, en ce sens il dit dans un autre verset tu m'as créé de lumière tu l'as créé de la terre il s'était la cause pour qu'Allah سب release et il est sorti du paradis et seul un maudit jusqu'à la fin du temps الأمر الأول بالنسبة للغرور والعذب الإنسان مهما كان عنده العلم مهما كان عنده المال والجاه وكل أمور الدنيا المسلم يتواضع لله شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام هو خير البشر كلهم خير وخلق الله كيف كان النبي كان متواضع كان متواضع تواضع كبير مع عفد الله حتى يقول وحد الصحابي كان لما يجي الإنسان بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفوش علاج ما كانش عند النبي صلى الله عليه وسلم مبينه كان يجدس مع الصحابة عادي كأي واحد فيهم فحتى يقول من هو رسول الله فيقول له هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَرُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٌ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٌ je traduis donc j'ai dit le prophète c'est le meilleur des êtres humains celui qui est le plus proche d'Allah il a Allah avec lui des anges avec lui mais il était modeste sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs il déhanasse lorsque la personne vient chercher le prophète le loin il ne peut pas le reconnaître parmi ses compagnons jusqu'à où il demande c'est qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il était le plus modeste de tous les hommes il déhanasse sallallahu alayhi wa sallam celui qui a dit dans le hadith que je viens de citer en arabe Allah m'a recommandé d'être modeste puis il dit à la fin du hadith pour que personne ne soit injuste envers d'autres ou pour ne pas tomber dans leur vie qu'il y avait Doulu allahum qu'il ne soit pas c'est l'entrum la deuxième وقال ابو بكر ابو بكر كان يضع بعد النبي عليه الصلاة والسلام ابو بكر كان سيلاً دائماً بخارتة صلى الله عليه وسلم وقال على صفحة الفيديو كيف تقول ابو بكر؟ إذا كان يقول إن مدرواتي بمقال بسيدي مدرواتيه في دورة إنه ينبط في الدورة لا أعرف أن يكون مدروة و شكرا لديه دعونا أو اكبر يجبه عم بخرطه في النشاء على المسألة ، من يقول ، في هذه الخاصة ، و سألين ، يقول ، لا يعرث ، لا ، يقول ، يقول ، فأني ، فأني أصبحك أي kurzًا أنا مصحينة قَبْدا لفاجة أعتقد زائن ب лай TA أعاد المنارة لذيب الأمر و حصلص مع الله نعم محمدك إذا أسav중 أترام لك يقول الك لك يقول إن following هذا ليس كذلك، إنه صحيح، إنه صحيح. نحن نعرف ماذا يتحدث. ولكن أبو خطاب قال له أبو خطاب أنه يتحدث عن هذه الناس أنه يتحدث. أنا أعرف ماذا أنا. أنا أعرف المساعدة والمساعدة وأنني أسأل الله أن أسأل الله. أبو خطاب في وقت الباوت كانوا يتحدثون أنت و أنت يا أمار و أنت فعلت و فعلت يتحدث عني. المغرور من غضر الظبور. أنا أعلم بنفسي. أنا أعرف نفسي وما فيها. حتى هو الضوء. حتى هو الضوء. والمؤمن ما يحبش كثير المدح. المؤمن. أحد الحكام يقول المؤمن إذا منح استحيا من الله. أن يوصف بوصف لا يجده في نفسه كذلك. وحسب أن يتحدث عني. وحسب فترة لنا يتحدث عني. أضمن ذلك. وحسب الأعلم بأنه يتحدث عني. يتحدث عني. ما يقوله الناس أنت أعلم بنفسك كل واحد فينا عارف نفسه وما فيها من ذنوب وعلوب وأخطار وتقصير وتفريد فلا تخطر بكلام الناس أبداً أنت أعلم بنفسك هذه قاعدة نسأل الله أن يغلبنا على أنفسنا وأهوائنا يا رب العالمين يا رحمة الرحمين وفي العمل لا ننسى أن الإنسان أصلاً لا يدخل الجنة بعمله بل يدخلها برحمة الله وفي الحديث إلي يدخلوا أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة الله donc on ne rentre pas au paradis par rapport aux œuvres qu'on a fait on rentre par la miséricorde d'Allah سبحانه مزدى رجل خفت lui-même il l'a dit personne ne rentrera au paradis par les bonnes œuvres qu'il a fait mais il rentre au paradis par la miséricorde d'Allah un sabon très connu ابن القيم رحمه الله il dit par les bonnes œuvres par la foi et les bonnes œuvres إن شاء الله on mérite la miséricorde d'Allah et par 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 la miséricorde d'Allah qu'Allah agrée le bonnes œuvres si Allah nous juge à chaque fois qu'on fait une œuvre ou bien un acte d'adoration si Allah nous juge à chaque geste à chaque parole et par la miséricorde d'Allah et par la miséricorde d'Allah on n' Yeshua un acte d'un et ces é takeaways qui rend l' Cao et voilà cela est two teachers qui sont là et à la personne d'évidence qui headline qui donne il va pas il va pas fûner sonnev il ne va pas le purif性 du Texte par les manches les médicaments etc dans lesrays la pastes disent que tu se pote هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني أن الإنسان اللي يوقع في هذا الصفر لما يشملها أنه لا يتوب ولا يستغفره هذه من أخرى. ينسى ذنوبه كما قال صاحب الكلمة التي بدأنا بها اليوم ونسيانه ذنوبه. لتعلم الأمر من الثاني أن يتبقى على أفضل النافخة والأفضل ونسيح في نفسه. إذاً يتبقى على أفضل النافخة والأخرى. ينسى النافخة والأفضل النافخة والأفضل النافخة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر